عقدت جمعية أبناء توماي من أيل التنمية مؤتمر نقاش لصالح المعاقين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين دورة 2017 عبدالله هارون والمزيد من التفاصيل ضمن الانشطاء التي تنظمها جمعية أبناء توماي من أجل التنمية الوطنية فقد نظمت الجمعية مؤتمر نقاش مع المعاقين بحدف التفاكر والتبهز حول كيفية إتاحة فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع باعتبارهم من ذوي الاهتياجات الخاصة وإنهم جزء من المجتمع ينبغي علينا تعاونهم ومساعدتهم لتحسين ظرفهم المعيشية هذا ما أكدته المستشارة الخاصة بالجمعية لأنه الصفوك أنت تقدر تصوى شغل طبعا قلنا ما تقدر تصوى شغل لا هجينا كيف يعني أنت تقول ليس الناس الأقابلة تقدر تقدموا تقدر تصوى رئيس جميع ابناء توماي من أجل التنمية الوطنية أبكر جفون حيث ناشد المنظمات الغير حكومية وجمعية المجتمع المدني القيام بدورهم وتقديم الدعم اللازم للمعاقين من أجل الارتقاء بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية أما رئيس جمعية تعاون المعاقين حيث ثمن جهود جمعية ابناء توماي من أجل التنمية على أنشطتها الفائلة والهادفة تجاه المعاقين معكدا بأنهم فيها جمسة لفتح فرص عمل لهم وخاصة حامل الشحدات وذلك للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الذهنية